حبيبي الغالين في كل مكان جمهور قناة قصة مع فنجان قهوة عاوز افكركم قبل ما نبدأ حلقتنا انكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد وبتمنى انكم تكملوا الحلقة لحد الاخر ويلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة فيها ايه في فيلا اسد كانت قاعدة نرمين بألم ودموع وعتاب لنفسها بعد ما اخبرها يوسف بكل اللي حصل كانت بتقندب نفسها بشدة ازاي كانت مولادها بيعدوا بكل ده ازاي ما حستش بيهم وباللي بيعدوا بيه مشي اسد لجوه بوجع وكسرة ودموع كان بيحاول على قد ما يقدر انه يخفيها وقافوا صوتها الحزين وهي بتفتح دراعها اسرع ليها وهو بيترمي في حضنها وفضليها عاية وهو موجوع اه يا امي اه على الوجع اللي في قلب ابنك حر خلاص كرهتني وقسيت علي خلاص يا امي حر هتتجوز غيري انا خلاص خسرتها للابد نرمين مساحة دموعه بحنان مستحيل يا قلب امك حر بتحبك يا اسد ومستحيل تكون لغيرك ايوة يا امي بس انا وجعتها اوي وجرحتها يا امي عمرها ما هتسمحني بسهولة يبقى لازم تتعب لحد ما تسمحك مراد قلبي جدية هو دا عين العقل يا امي ومش بس كده انت لازم تخليها تلف حوالي نفسها لازم تخليها تحس انك هتروح لغيرها صدقني دي انسب خطة انك ترجعها ليك من تاني طبعا حسيت ان صوتي مش مظبوط فجيت جاري مش كده مراد حضن وقال له طبعا هو انا عند اغلى منك يا اخويا دا انت سنة دي يا اسد يوسف بمرح ومعها سليم وزين وسما قال الله الله واصلة الحب دي بتحصل من غيرنا ولا ايه نرمين حضنة سليم بدموع سليم حبيبي سمحني يا سليم يا ابن اني قصرت معك سمحني ارجوك يا امي ما تعيطيش انا الحمد لله بقيت كويسة ارجوك يا امي بلاش بقى عياط ارجوك يا امي انا اصلا اللي مفروض اعتذر سمحين يا امي سمحيني خلاص بقى يا امي ازمة وعدت وازمتنا كمان ان شاء الله هتعدي على خير نرمين حضنتهم بحنان انا اسفة يا حبيبي بس انا والله ما كانش اصدت شغل عنكم كده بس خلاص من النهار ده هبقى موجودة في حياتكم طول الوقت مش هسبكم تضيعوا مني تاني ابدا زين ابتسم وقال الحمد لله على كل حال المهم دلوقتي حور حور لازم ترجع قسد بواجع قال ما اعتقدش انها هترجع يا زين زين قال بتصميم لا يا اسد حور لازم ترجع حور بتحبك والله حصل لها بسببنا لازم كلنا نعتذر لها ونرجعها نرمين قالت حور انا اللي هسفر لها ومش هرجع الا بيها سليم قال بتعب زين تعال ساعدنا اطلع ارتاح شوية في قضيتنا اسد بغضب جحيمي وهو بيفتكر اللي حصل لاخوه على ايد الشيطان سمير استغل انشغالهم ومشي للإدارة علشان ياخد حق اخواته في السجن كان اسد بيدخل للقوضة اللي ساعده عسكري حارس زنزانة سمير انه ييجي للقوضة دي علشان ينتقم منه اسد اشد انتقام سمير وهو بيرجع الورا برعب من هيئة اسد المخيفة والمهلكة ايه 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 في ايه انت عاوز مني ايه ايه خفت دلوقتي مش كنت عامل فيها ضاكر وضيعت اخواتي يا ابن الجزمة انا انا ما عملتش حاجة ابويا ابويا هو اللي طلب مني اعمل فيهم كده علشان ينتقم منك انا انا مليش دعوة مليش دعوة وانا بقى هخل ابوك يتحصر عليك يا رحمك شفى اسد غليله منه بايومي بايومي بمكر قال ولا يهمك يا اسد باشا هنقول اتخنقنا مع بعض والدنال علق التمام انت في امان الله بقى ده انا ادي لك عناية يا اسد باشا كده تمام قوي يا بايومي في الصعيد فقودة حور كانت قاعدة بدموع مش بتقف خالص وهي بتفتكر عينيه اللي كانت بتبص لها بحصرة ومرارة بعد ما سمع موافقتها على انها تكون لغيره كان قلبها بينهرها بشدة ازاي وفقت على الزواج من غيره الزواج من غير اللي ملك قلبها وروحها كان القلب والعقل في الصراعه مش بيوقف القلب كان بيقول لها ايه اللي انت عملتي ده وازاي توافق تكون لغيره وان انت هتضيعي نفسك يا حور والعقل كان متغز قوي وبيقول انتهبل ولا ايه انت نسيت هو عمل فينا ايه كان لازم نرد كرامتنا قدامه وان اسد لازم يتعذب القلب كان بيقول بصدمة اسد يتعذبه على ايد مين على ايدنا احنا ده اسد حبيبنا نعمل كده فيه ليه والعقل كان بيقول بغضب مش بقول لكها بلو احنا ما كانناش حبيبه لما طلقنا وطردنا من بيته في نصاص الليالي وبهدلنا اسد ما يستهلش فرصة تانية لكن القلب رد عليه بعشق واشتياه انه يستاهل لكن العقل كان بيقول بغضب انه ما يستهلش حر بصرخ وهي بتحطي ايدها على رأسها بقلم بس مجا كفاء يا حرم عليكم ارحموني انا انا خلاص انا خلاص هتجوز حسن وهنسي اسد هنسك يا اسد حتى لو روحي في ايدك ساعدني يا رب ساعدني وتاني يوم الصبح كانت وقفة حر وهي بتلبس هدومها استعدادا لمجيء حسن وولدته علشان يتفقوا على كل حاجة سارة بغز شديد قالت لسا تكم سمي مع الجوازة دي حر جزدك يا سارة جزد انت فاهمه زين يا حور انت لساتك بتحب اسد ومش عايزة راجل غيرة ابو سيدك يا سارة رحميني ممكن حسن جه وقلب غز شديد فيه يا ابت يا سارة ما تسبيها تلبس الراجل على وصول روحي يلا شوفي وراك ايه حاضر يا عمي حسن حور سد جين يا بتي هو اللي حصل ده وهو الصح محدش هيصنك ويحبك جد حسن انسي اللي فات يا حور انسي ربنا يسهل يا خالي صورة جات وقالت بجدية حور في زت باين عليها يعلوي جوي جوي عايزكي برا بتقول اسميها نرمين هانم مين في بيت حسن كان بيستعد هو كمان علشان يروح لبيت حور قطعته والدته بحدة وغيظ انت بردك مصمم على الجوازة دي يا حسن دي بيت بمليون لسان يا ولدي يما فكراني دايب فيها ولا ايه البتي دي تجار كتير هيستغلوها ويشتغلوا معها وهيبقى معها فلوس كتير جاوي اتجوزها واخد اللي حلتها وبعدين ارميها زيها زي غيرها سعادية قالت له بانتباه وهي تعرف عن فتحية وهنية مراتاتك اللي في مصر لا وهي هتعرف من وين هتجوزها كم شهر اسحب اللي اسحب ومنيها وبعدين ارميها يلا بس يوم عشان ما نتخروش في بيت حور كانت وقفة وهي بتعيط ومتأسرة فعلا فهي اشتاقت ليها نرمين قالت لها بحنان وحشتيني او يا حور وانت اكتر يا نرمين هانم حضرتك عاملة ايه مش كويسة خالص يا حور يا أسد أسد تعبني قوي وبيحبك قوي قوي يا حور سدقيني بيحبك سامحي وارجعي له علشان خطري انا اسفة يا نرمين هانم بس مش هقدر يا أسد كسرني وجهرني ودمرني عمري ما هقدر ارجع له ابو سيدك سامحيني حور حور انا عارف انك مش هترفضيلي طلب يا بنتي حسان ادخل وقال بس ده مش طلب يا نرمين هانم ده تنازل عن كرامتنا لأسد باشا أسد باشا بهدالها وبعدين بتتختي فرحها بعد يومين على واحد يستهلها ويجدرها يا مادام نرمين جولي لأسد باشا ينصح حور خالص ويشوف لشوفها غيرها كانت وقفة زارة بترأي بحور اللي نفسها تروح معها المعشوقها وقالت بهمس ماشي نخلصها بس من الزيارة الزفت دي وانا بنفسي يا حور هرجع يأكل أسد في فيلا أسد كان قاعد أسد في قطه اللي بقى مش بيخرج منها فأخد أجاسته من الشغل فعقله مش مستحمل أي ضغط كفاية اللي هو فيه راح مراد لجوه بسرعة وقال له أسد قوم معي مراد أبص إيدك أنا مش نقص عايز مني إيه تعالى معايا بس مش يول برا اتصدم أسد من اللي قاعدة وبتندغ اللي بان في بقها هو بتبص لأركان الفيلا بإنبهار إيه ده مين دي يا مراد دي أمر وحيط أمك أنا مش بسألك انت شايفها إيه أنا بسألك دي مين يا ابني دي أمر أمر رقاصة بس إيه هتخدمنا بعينيها بيت جدعى قوي انت عايز تجنني أنا مش فاهم حاجة خالص خد بس قرأ الخبر اللي موجود على الفيس ده كان مضمون البوست صحيح الحب ممكن نيجي في ثانية زي أسد الجهري اللي أخيرا لقى حبيبته اللي هيجتمع بيها خلال أيام ينهارك سود ومنايل مين اللي نشر الخبر ده أنا طبعا وزمان وصل الأحور والخطة هتبتدي أكبير أوعى تقول إن الرقاصة دي هي اللي هتكون مراطي حصل تصدق بالله أنا هتديك رصاصة تجيب أجلك علشان أخلص منك أنت مجنون يا لا عاوزني أنا أتجاوز رقاصة طب والمجتمع والناس يا عم انت هتعمل فيها عمر دياب ومشهور قوي الموضوع هيبقى بإننا احنا بس محدش هيعرف حاجة وبعدين الغيرة هي اللي بتولع الست وأمر هي اللي هتولع حور اسمع مني قطعتهم رسالة من رقم غريب وكانت دي سارة اللي خدت رقم أسد من تليفون حور بعثت له رسالة مضمونها أسد بعشة أنا سارة صاحبة حور حور هتنزل هي وحسن خطيبها بكرة مصر وهيروحوا على الأماكن دي أرجوك إنقذها حور بتحبك مهما عاندت اتناهد أسد تنهيدة عالية فالخطة مش هتكون سهلة لكن لما يكون التمن هو أرجوع مع شؤته فكل حاجة تهون في الصعيد في بيت حور كانت بتقرأ الخبر بألم ووجه هل من المعقول إن يكون الكلام ده بجد؟ هل بالفعل هيتجاوز غيرها؟ فالموت أرحم بكتير من اللي حسى به أعطيها حسن اللي كان بينتظرها بعربيته علشان يروحوا القاهرة يشتروا حاجات للفرح بعد ما اتفقوا على كل حاجة فحسن مش هيديع الصفقة الربحة دي من إيده في أحد أفخم محلات الملابس بتاعة العرائس كانت وقفة حور بغز شديد وهي بتبصل اللي مش بتعرف عنها حاجة غير إنها هتكون زوجة أسد حست وكأنها عاوز تخلقها وتقلع رقابتها منها بإيديها أما أسد فكان بيبصلها باستفزاز وخبص وهو بيشوف الشر والغيرة بتلمع في عانيها لكن اللي كان بيشغلها هل وجودهم في نفس المكان صدفة؟ أمر بخبص ومكر وهي بتمسك إيده بدلع قالت إيه رأيك يا حبيبي في الفستان ده؟ حلو صح؟ طبعا حلو قوي يا روحي وهيبقى أحلى عليك علشان عد فرنساوي وسنبتيك مش زي أم كرش حور قالت بغز شديد كرش ماشي يا ابن نرمين أمر قالت بدلال مصطنع أنت عارف يا روحي لما كنت في الكباري وانا برقص كانوا الناس بيتخبلوا علي ده أنا هدلعك دلع حرد غزت قوي وصرخت اللهم صلي عن نبي عن نسب اللي يشرف يا سي أسد رقاصة هتتجوز رقاصة أسد بخبص ومكر وهو بيكتم دحكته بصوبة ومالها الرقاصة فرفوشة مش ولية نكد وفقر حسن قال بقلق ايه ده عاد هو انت نكدية ووش فجري يا حور لا انا جديه أجلك حور مسكيته بغضب شديد لا هو مجنونة كمان وحيات أمك بقول لك يا ولا ابعد عن السعادة لو عايز الجوازة تمشي بدل مطر بيجي المحلة على دماغكم كل ياتكم هاهاهاي ولسه انت ما شفتش حاجة دي عليها شخير ولا وابور زلط أمر قالت بخبص اوه مش ممكن يا أسد حور قالت بغز شديد اوه مش ليجي عليك يا بيت نيتن ده انت تلاقيك جاية من تحت الكبري حسن ابتسم وهو بيمسك بييده فستان بقول لك يا حور طبير رأيك في ده أمر باستفزاز ومكر قالت وده هيدخل فيها منين ده وبعدين عيب كده ده بتاع عيال مش من مقام الحاجة حور بغز واصراخ قالت حاجة لا ياخد ان شاء الله شايفاني ماشي بعصايا ولا جر ورايا خمس عيال بقول لك يا حبيبي ما تعال بقى اختار معايا هدوم جوازنا عارف ان زوءك هيعجبني وعارف كمان انك بتموت في اللون اللحمر أسد وهو بيكتم دحكته بصوبة بلغة على شكل حور معاك يا حبيبتي لا وإيه اللحمر على البيض هيبقى والعة حسن بهيام واعجاب بقى أمر قال اه ولا ولا يا بوي حور كانت هتتجنن من أفعالهم إلهي ولا هتجون فيكم بحدش يلحج يطفيكم يا بعدة أمر قالت بدلال انت عارف يا حبيبي وأنا برقص في الكبر ايه كنت برقص بلبسة محترم قوي اه يا دفتحة صغيرة كده من عند السدر وفوق الرقب بس كده براحتك يا نور عيني أنا دايس معاك في أي حاجة اللهم صلي عن نبي ركب الجرون يا أسد ركب تعال يا روحي علشان اقسهم وتقول لي رأيك من عنايا يا روحي حتى أهو أمل عيني من الحلويات بدل البتنجان المخلل يا روحي يلا بينا حسن بهيام واعجاب قال اه دي الحلويات يا بختك ما تخدني معاك اتفرج أنا كماني لا ما ينفعش أصل أسد بيغير علي موت مشيت للداخل ووراها أسد تحت نظرات حوري اللي تكاد أنها هتتجنن من غيرتها اتصدمت قدامها بيبص بهيام وتوهان اه يا بويع المهلبية دي فارة ستحل من على حبل المشنج منجاية بصحيح اه الواحد يطلع لسجرة حاشيش علشان ينسى المنجة المستكاوي دي حسن بهيام وتوهان قال يالهار ابوك يا سود انت الحكت جننتيه وبيكلم نفسه مصيبة مش أنا اللي جننت يا أخويا دي الرقاصة اللي مع سيقاست جوه حسن بهيام وتوهان قال دي مش بس رقاصة دي صاروخ اي والله صاروخ الواد أسد ديه طلع معلم الواحد لازم يتصحب عليه ويتعلم منيه ديه أستاذ ورئيس قسم حروه هي بطلتم على وشها احيه ده بيمدح في أسد وهيتصحب عليه ولا كاينة بنخته بقول لك يا خالي الواد أسد معاه وحدة رقاصة جوه شكلها شمال والمخفي ديه لسه مطلع فرشة حشيش دلوك ولفث منيه سجارة احنا نبلغ بريس الأداب ومكافحة المخدرات ياجه الاتنين يجبضوا عليهم ها والأخرصة منيهم بقى هم التنين أخرصة يا بيت بلى كلام فاضي معاه اللي معاه ملناش صالح بيه وانت يا حسن اللي انت فيه ديه مفيش حاجة عم حسن احنا بنهزره سوا طب يلا يا حر نمشي نشوفه محل تاني يا بتي كانت مش حصة حر بأي حاجة حواليها سواء الغيرة اللي بتاكل قلبها اللي وجوده مع غيرها كانت بتبكي بدون توقف ففعلا تدمر كل حاجة حواليها خسرت أسد وانتهى الأمر أما أسد فكان بيرقبها بوجع وقلم وعارف اللي هي بتمر بيه كويس لكن اتأكد من عشقها له وتأكد ان حسن هو اللي بيفرد عليها الجوازة دي فوعد نفسه انه مش هيسيب حبيبته مهما حصل فتأكد انه لسه بيجري في دمها ولسه بتحبه بتحبك قوي على فكرة اوها تسيبها الضيئة من ايدك وانا معك في اي حاجة مستعد اعمل اي حاجة علشان ارجعها لك تاني بجد شكرا قوي يا أمر في الصعيد في بيت حور حسن بغز شديد قال حور جاهز حالك الفرحك وبعدين عمك خلف كبير العيلة جاي بكرة الفرح وانتي عارفة ان كلمة اسيف على رجابنا كلنا فهتجهز يعني هتجهز يا عروسة براحتكم اعمل اللي انتو عايزين انا خلاص مش فارج معاي حاجة واصل اصرعت لجوه بدموع مش بتقف فبقت هي لوحدها مش قادرت واجه كل الضغوط دي فانتهت قصة حب حور واسد تاني يوم في الصعيد كانوا قاعدين الستات والرجالة في البيت بيغنوا ويمرحوا فكانت الزينة بتملى المكان استعداد للفرح فقودة حور كانت قاعدة على الارض بدموع مش بتقف وقلبي اكاد يتوقف من الحزن اتكلمت بصدمة وكانت متقلمة قوي راح احمد واتصدم بمنظرة هو ايه اللي انا عملت في نفسي دي ايه اللي انا عملت في نفسي دي معجول انا اتجاوز واحد تاني غير اسد انا اتكتب على راجل تاني غير اسد انت انا موت نفس احسن انت فاني اسد تعال اشوف حور حبيبتك واللي هي فيه حسنان دخل وقل بحده حور المأزون واصل وحنا في انتظار الحج خالف يلا اتحركت معاه زي القالة عادت بالدموع وواجع وهي بتبص للباب لعله يدخل منه وينقذها من الموت المنتظر كان حسن بيتكلم مع حسن في بعض الامور اتفزعوا من الصوت مشوا زين وسليم وهم لابسين ملابس صادية وبيحمل كل منهم سلاح زين قال بخبس ومكر سلام عليكم وسليم قال سلام عليكم اتفضل يا كبيرنا الدنيا امان زين بمرح وخبس قال اتفضل يا حج خالف قول ما اتذكر الاسم وقفوا كلهم احتراما له مشي للداخل بيجي البابه الصعيدي اللي زاده وسامة وهيبة كانوا واقفين سامة وامر وهم بيرتدون الملابس الصعادية وكل واحدة مسكة احد زراعي مش يتقمر بمرح وخبس وهي بتحضن حر بمكر عبال عندكم يا حبايب اتكلمت بهمس بقولك ايه الوات جايلك وهياخدك يعني هياخدك وقسما بالله لو فتحت يبقك بكلمة واحدة بس لجوزك حسن خل الجنينة ده واتجوز انا قسط وحرق قلبك بصت حل اللي مالك قلبها وروحها غمز ليها بمكر بعنيه الساحرة اللي بتعشقها كانتها تبكي من الفرح مش مصدقة انه جه فعلا جه امانها علشان يرجعها لأحطانه من جديد اتكلم اسد بخبس ومكر واه عاد في ايه احور هو عمك خلف ما وحشكيش ولا ايه حور بسعادة وعشق وضحك مقلود بدموع الفرحة كمان اتكلمت وقالت حبيبي يا عم خالة في عسل انت 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 وحشتك جوي 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 وهحبسك هنه لاني مش هقدر عيش من غيرك تاني واصل والحد هنا بتكون خلصة حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد وطبعا لازم تسيبونا رأيكم تحت في الكومنتات والحد ما نتقابل في الحلقة الجاية هتوحشوني هتوحشوني